شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت ووزير الثقافة أحمد فادهانو مرسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لدار القتب والوفائق القومية لإتاحة مختارات من كتب الهيئة العامة لدار القتب والوفائق التي تمت رقمنتها على بواب الطراب في مصر الرقمي وفقا لهذا البروتوكول سيتم إتاحة نحو 11300 نسخة ورقية لمجموعة مختارة من كتب الهيئة العامة لدار القتب والوفائق القومية عبر بوابة طراب مصر الرقمي